الإسلام زملاء يتحدثوا بقضية جداً مهمة مشاكل معوقات ناقوس خطر بالنسبة لكل البلدان العربية خاصة بالنسبة للتلوث البيئي بسبب الاستخدام الخاطئ للطاقة اليوم الطاقة البديلة اللي تحدث انها كشاب انت تتحدث عن الطاقة البديلة هي بديل حتى ما تخلص مثل ما ذكرت كاثي بين الغلاف الجوي وكانت خطورة أزمة كورونا قللت المصانع وانبعاثاتها وغيرها شفنا قالوا بين طبقة بدت تلتم مرة ثانية والحياة راح تعود طبيعية انتو كشباب اليوم عربي تتواصلون وممكن يكون صوتكم مسمور ما رفعتوا هاشتاج بان انقاذ البيئة واستخدام الطاقة البديلة نحتاج من يمد لنا يد العون حتى ننفذ هذه المشاريع احنا كشباب لو عيش شاب يسمحوا لي ان اتكلم باسمهم بنقول حاج واحدة بس ان الدول العربية مش كلها دول مصنعة بشكل كسيف فبالتالي اصدارها للانبعاثات المضرر البيئة قليل شوية فبالتالي احنا ليه ان نتحمل اخطاء مستانية بالنسبة لهم ده انتاج بالنسبة لنا احنا اخطاء هم بينتجوا وعندهم استثمارات صناعية احنا ليه نتحمل نتيجة للستثمارات دي احنا استفادنا ايه؟ طب خلاص طموها هتضريني بيئيا؟ طب لا ساعدني طب مش هتساعدني انتو ما تضرنيش مصر كميسية مثلا مصر زنبها ايه؟ شاطئ جميل جدا زي اسكندريا يختفي خلال المئة سنة الجاية زنبها ايه؟ صح ما استفادتش حاجة فبالتالي احنا فيه نازم فيه توجه بس احباد الكلام ده برضو لما سألنا فيه مش مؤكد الكلام ده من مئة سنة اللي جاية دي يعني هو افتراضيا قالك انه فيه بعض الحاجات لكن ما فيش كلام مؤكد بانه اختفاء لشاطة اسكندريا عشان بس الناس لا تتخدش بمسنة ده مش كان مؤكد التقارير بتقول ان احتماليا طب احنا لازم نحل احنا بحلنا فيش اي حاجة تحصل نبدأ المحافظين على وطننا كامل بس احنا امتا هنحاول؟ امتا يالله طب مصر الوقت بتقول يالله احنا عاني الوقت تعمين مؤتمر الشباب عشان خاطر نوصل صوت الشباب نوصل صوت البيئة نوصل صوت كل حد محتاج من يطور الوقت هو ملتقى انساني للشباب لجمع الافكار اللي بتساهم في تحسين جودة حياة البشرية جمعاء وانا برأيي هذا الملتقى من اهم المحافل اللي ضمت شباب مثلك اسلام اول ايش انا صرحانة في اسلام اديش هو بحكي بغيران وخايف على البيئة وخايف على العالم العربي وبدو يكون في حباس واسرار في تغيير الواقع وهذا اللي وجد له ملتقى شباب شباب قادر على التغيير نحو الافضل عشان هيك اليوم احنا عم نحكي عن هذا الكم من الشباب المؤمن بقضيته مهما كان مجالها وتخصصها وقادر على التغيير وعم بيجتمع مع القادة والرؤساء من اجل احداث هذا التغيير هنيئا لمصر وهنيئا لكل شباب العربي فيكم شباب عدد شباب عدد